السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا نسهلا بكم اعزائي المستمعين النهاردة معدنا وقصة رابع جديدة ما تنسوش اللايك والشير للفيديو للقناة كلها ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركه وتفعيله زر الجرس ويلا بينا بقى بصراعة نبدأ حكايتنا النهاردة مرات كتير كنت بحاول فيها النمنع بس للأسف كانت بتصدني اكتر من مرة وبتخانق معي بس للأسف انا دلوقتي بندم على اني ما استمرتش في النمنع حاليا بحاول انقذ ما تبكى انقاذه او تسمح لقولك اني بحاول انقذ نفسي لان الموضوع اصبح في غاية الصعوبة والغرابة من فترة امي بدأت تتابع برنامج غريبة على قناة مش مشهورة وتقريبا مش مصرية ولا حتى عربي بتتابع برنامج لشخصية مريبة شكله مش مريح ابدا واللغة اللي بيتكلم بيها اغرب وفي ترجمة بتظهر على الشاشة وقت عرض البرنامج فمرة بالصدفة كنت قاعد جنب والدتي وهي بتتمع البرنامج الغريب ده شدني كلام الشخصية الغريبة في البرنامج وبدأت ركز تخيل معايا في اقل من خمس دقايق الراجل ده قدر انه اقنعني بكلام مع انه كلام غريب جدا بس عنده القدرة في اقناع اللي قدامه بطريقة غريبة برغم شكله ولبسه بس طريقة كلامه مبهرة زعاقت مع والدتي وقفلت التلفزيون عشان امنعها من سماع كلام الراجل ده الشخصية دي كانت بتكلم عن التقارب من العالم الاخر وفتح الابراب ليهم والتعايش معهم انا مش فاهم هو ازاي في بني ادم عائل يقول الكلام ده والغريب انه كنت شايف ام مركزة جدا مع كلامه في نفس اليوم فتحت جوجل وبدأت ابحث عن البرنامج وظهر لي في محركات البحث كلام كتير قوي عن البرنامج بس مش ظهر اي معلومات عنه ولا اسم المزيع ولا البلد اللي بتزيع البرنامج بس البرنامج مش عربي لان في عدد كبير بيتابع من جميع انحاء العالم برغم اختلاف المعتقدات والاديان بس في ناس كتير بتوافق على كلام الشخصية الغريبة دي ناس ما ايتها كلام البرنامج بس تقريبا عدد متابع البرنامج في مصر قليلين جدا يمكن يتعدوا على صوابع الايد وده يمكن يكون سبب قلة شهرة القناة على القمر الصناعي بدأت اللاحث تغيير كبير اوه في تصرفات امي اللي ما بقتش تهتم بواجبات البيت وبقيت ارجع من الشغل اللاحظ ان البيت مش نظيف والاكل بقى معضوم تماما بقيت اجيب اكل من بره جاهز دايما بحاول اقنع نفسي ان امي تعبانة ومحتاج الراحة بس للأسف الموضوع وصل في حتة تانية ما كنتش قادر اتخيل انه يبقى بالشكل ده امي بتكلم نفسها في اوقات كتير بتتكلم وبتنفعل كمان لدرجة انه كنت قاعد معها ابنكو الفجأة بدأت تزعق وتسرق ويا بتتكلم مع كرسي وكرسي كان فاضي مفروش حد بس هي بتتكلم وكأن في حد قاعد فعلا في شيء غريب لحظته بعد المحاولة النجحة في انه خليها تهدف وتدخل قضيتها وترتاع رجعت مرة تانية للمطبخ لحظت اثر وعلامات حروق على الكرسي الكرسي سخن جدا من هنا بدأت أقلق وحاول حاوط واحمي امي كلمت الدكتور صديق لي يا دكتور نفسي يحاول يتابع حالتها يمكن يكون السبب وفاة ابوية وفراءه لها يمكن يكون ده السبب فعلا عدى يومين على متابعة أمي عنده الدكتور والدكتور بدأ يطميني انه مفيش أي حاجة في أمي وانه ده مجرد زعل بسيط بس للأسف انا متأكد انه مش مجرد زعل انا سمع صوت جاي من تحت السري دلوقتي بحاول اقنع نفسي انه ده مجرد أصوات في خيال عقلي بس للأسف انا بقيت شايف أمي ويا وقفة في الركن الضلمة من القضاء بتغبط راسها بطريقة غريبة في الحيط مش فاهم ايه اللي بيحصل اتحركت بخطوات هادية وبقرب منها خايف ألمسها متخيل خايف ألمس أمي حاولت أكلمها بس ما فيش رد فعلي منها بتأذي نفسها بخبط قوي في الجدار أخدت نفسها بميك وشدتها شايف وشهة شاحب المخيف نظرتها ليه كانت مرعبة لا لا قديمش أمي ده مسخش إطاني دم في وشهة وجروح مفتوحة أسنانها مكسورة والدم بينزل من كل وشهة جسمها جسائع جدا بترتاعش حاولت أحضنها بس عدتني بكوة العبدة كورية لدرجة إن جزء من اللحم خرج من جسمي وقعت على الأرض من شدة الوجهة مش حاسس بدراعي أمي اختفت من الأرض وما فيش أي أثر ليها سمع صوت خبط وتكسير برا في الصالون قمت من على الأرض وتحركت بصعوب الشقة بقت أشبه بالجحيم نعرف معظم الشقة حاجات متكسرة على الأرض في حروف غريبة مكتوبة على جدران الشقة أمي وقع على الأرض وبتنزف من جسمها بس في شيء تاني موجود معانا أنا حاسس به حاسس بتحركاته وسط أنفاسه القريب مني مسكت أمي ونزلت بها جاري في الشارع الشقة فيها النار بتزيد بشكل غريب النار مسكت في الشقة كلها انفجارات غريبة في الشقة وشكل النار وهي خارجة من الشقة وانواقف في الشارع وسط الناس مشهد مخيف بس أنا مش مركز مع النار أنا مركز معه هو واقف ورا الشباك أنا شايف كويس هو نفس الشخص المؤدم للبرنامج أنا لسه فاكر ملامح للأسف أمي ماتت ما قدرتش ألحقها تقرير المستشفى غريب سبب الوفاء هي حروق من الدرجة التانية في مناطق حساسة وخطيرة برغم أن أمي ملامستهاش النار بس ماتت بسبب حروق خطيرة الممرضة سلمتني ورقة كانت موجودة مع أمي في المستشفى الورقة مش واضحة قوي بسبب الحروق اللي فيها بس قادر أقرأ بعض الكلام منها والمكتوب فيها كالآتي ابن العزيز أنا متأكدة أنك ملاحظ تغيير كائب كبير عليك تصرفاتي في الوقت الحالي عاوزك تبقى فاهم أني مش مجنونة أنا بقيت شايفة أشخاص غريبة أشكالهم مرعبة موجودين معايا في الشقة مفيش حد قادر يشوفهم غيرك وضع اللي لاحظته لما بتكون قاعد وهم موجودين معانا في نفس الوقت في وقت خروجك من الشقة بخاف قوي وأنا معاه أنا لو كنت قلت لك كنت هتقول علي مجنونة أرجوك سمحني أول ما قرأت الورقة أنا نهرت جدا أنا زعلان أني ما قدرتش أنكزها بس والله أني أنا حاولت أمنعها بس هي كانت بتصدني وبتتشاكل معايا أنا للأسف نتماني أني ما فضلتش أمنعها لأخر لحظة ياريتني أعملت أي حاجة ومنعتها ياريتني أنكزتها بأي شكل حتى لو مش عارف هو أي بس ياريتني حاولت وكانت دي نهاية حكايتنا النهاردة بشكر كل اللي وصل معايا في الفيديو الحد هنا وبشكر كل الناس اللي بتدعم القناة دايما ومش بتبخل بالدعم ما تنسوش اللايك والشير للفيديو وللقناة كلها ولو مش مشتركين ما تنسوش تشتركوا واتفعلوا زر الجرس عشان يوصلوك كل حكاياتي كأنا معكم زيزي استنوني في فيديو جديد وحكاية جديدة وإلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر